محمد وهو بيتحرك كمية الليزر محمد صلاح كمية الليزر اللي على وشه العالم كله بينطفد من امبارح للنهاردة يا راجل ده توماس مولر ومعروف الألمان دول شعب قوي صارم ما عندوش العاطفة العاطفة دي قليلة جدا يعني عند الألمان تخيل حضرتك ان توماس مولر واحد من اعظم اللاعبين في بايرن ميونيخ دخل الكلام وقولك unfair اللي بيحصل ده هذه ليست العدالة في كرة القدم وبالتالي مش مولر بس كثير من الصحف العالمية تكلمت عن هذا الأمر لو جاهزين يا شباب بالحاجة دي لو سمحتم ورون ايه اللي حصل وايه الكلام اللي تقلم بارح اهو تفضل حضرتك دي جريدة سان البريطانية بتقول الليزر افلام الليزر او اقلام الليزر اه عار كاس العالم دي جريدة اوليسة الارجنتينية اه يعني بتكلم عن انه صلاح ومتخب مصر كانوا بيوجهوا الليزر في السنغال توك سبورت دي محمد صلاح يعني قبل ترديب ركلة الجزاء اه وسورة الليزر وبتكلم عن هذا الأمر امبارح الموضوع ما كانتش بكمل كمل يا شواء امبارح الموضوع ما كانتش بسيط من امبارح للنهاردة الناس كلها كانت بتتكلم عن هذا الأمر اليورو سبورت اهو زي ما حضراتكم شايفين محمد صراح مستهدف بالليزر وصحيفة الجارديان كانت بتتكلم عن شكوى الاتحاد المصري انها بتتكلم في السنغال صحيفة سبورت الكاتالونية بتتكلم عن الفيديو ومنزلة الفيديو والليزر على عمر السرية وعلى محمد صلاح صحيفة موندو دوبرتيفو الأسبانية كل هذه الصحف العالمية بتتكلم عن ما حدث مبارح الديلي ميل الانجليزية بتتكلم عن الليزر ومحمد صلاح اللي اتعرض له الميرور البريطانية نفس الكلام استهداف محمد صلاح بالليزر ده راديو منتكر له بيتكلم ان محمد صلاح برا كاس العالم بسبب الليزر مع نجوم زي إبراهيم وفيتش ومحرز أنا بس بوري لحضراتكم أجزاء بسيطة جدا من اللي احنا شفناه من مبارح نموذج للصحافة العالمية ماذا تب؟ من مبارح الأرجنتين ومن فرنسا ومن انجلترا ومن أسبانيا والناس كل العالم كله بيتكلم عن ايه اللي حصل مبارح يتعادل مطش صعب يتعادل مطش ولكن عندما يكون لمصر حق لازم نفضل في ظهر حقنا عشان نوصل من احنا نجيبه ايه دي توماس مولر اللي انا كنت بتكلم على حضراتكم مع حضراتكم عليه ابليس فير بلاي فيرست فير بلاي فيرست ده توماس مولر يعني الموضوع يا جماعة لازم ناخده خلاص احنا خرجنا ومن بارح كل الكل نفث عن غضبه في محمد والكل كذا وكذا انا اللي متأكد منه طبعا ان الشعب المصري الحقيقة وانا متأكد من هذا الامر اللي احنا ناس كتيرة شافتهم قبل كده بمقدار حبنا لمحمد صلاح بمقدار الكلام اللي اتقلم بارح من كل الشعب المصري مع اول جون يجيبه محمد صلاح مع ليفر بول هتشوفه اللي هيحصل ايه والاهاوة في مصر كلها هتتفرج على محمد صلاح وتفرح لليفر بول عشان محمد صلاح ويعني هو جماعة بس انا عايز اسأل سؤال هو قبل محمد صلاح لما راح ليفر بول وكان حد بيشجع ليفر بول غير خمسة ستة في مصر كلها يعني احنا في الاهاوي كنا بنشجع فيرونتينا اللي مثلا برضو قليلين جدا مالوش حد يعني بيشجعه كتير خلينا اتكلم مع حضراتكم بمنطقة الصراحة فمحمد صلاح هيظل دائما ملهم وانا قلت الكلام ده مبارح في ظل ان احنا كلنا كنا غطبانين وزعلانين ولكن هل ده هل ان محمد صلاح ان هو لم يظهر بشكل جاد في مبارح ان احنا نقول ان محمد صلاح خلاص وان احنا مش هنشجع لا 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 الكلام ده مش مظبوط الكلام ده مش مظبوط الكلام ده انا بحب محمد صلاح ومش انا الواحدي مصريين كتير جدا بيحبوا محمد صلاح وحيفضلوا يحبوا محمد صلاح ومحمد صلاح هو ملهم للشعب المصري بالكامل وحيفضل كده ولكن ان مبارح ما كانش كويس ان مبارح ما كانش كويس هو جمال بالماضي لما اتغلب ان مبارح من مباراة الجزائر فاخر ثانية هل ده معناه ان جمال بالماضي مدارب وحش لا جمال بالماضي مدارب كويس ولكن غير موفق في الفترة دي يمشي يمشي طبعا لكن انا بتكلم عن محمد صلاح انا شخصيا انا زعلان من محمد صلاح شوية عارفين ليه زعلان من محمد صلاح اشان انا حاسس ان هو زعلان من الانتقادات وجهة نظري ان ان بمقدار حبنا محمد ليك وبمقدار حب الشعب المصري المائة وعشرة مليون بيحبوك كلهم مفيش حد ما بيحبش محمد صلاح المائة وعشرة مليون كلهم او معظمهم بيحبوا محمد صلاح وبالتالي لما يلاقوك وحش لان احنا متخيلين ان انت تاخد المنتخب على ظهرك وتجري اكتر واحد في الدنيا زعلنا هو صلاح طيب خلينا ناخدها على الجانب الفردي بقى الجانب الفردي حضرتك ويعني خلينا نتكلم بمنطقية بالجانب الفردي ولو محمد صلاح خد امم افريقيا ووصل كاس العالم العكس زي مانين وهو هدف دور انجليزي دلوقتي وخد لو كنا خدنا بطولة افريقيا ووصلنا كاس العالم ومرشح انه هياخد دوري ابطال اوروبا مع ليفر بول ويكمل مع ليفر بول بشكل او باخر طيب لو كان خد بقى بطولة افريقيا ولو كان وصل كاس العالم مع متخب مصر اولا كان هياخد افضل لعيف في افريقيا محمد صلاح مش هياخد افضل لعيف في افريقيا اللي هياخد افضل لعيف في افريقيا وساد يومانية بنسبة 99.9% فلو انتوا بقى لو احنا بنبصلها على الجوانب الفردية لكن صلاح أكتر واحد حزين في مصر هل ده معناه أنه كان كويس مبارح؟ لا ما كانش كويس لا ضيع ضربة الجزاء لكن أنا بتكلم على الناس اللي بتهاجم تقوله نومي زي سادي وماني معلش مع احترامي لكل اللاعبين اللي موجودين في مصر هو إسماعيل أسار في حد زيه في مصر الفرق الفردية يعني أنا بتكلم عن الفرق الفردية والمهارية هو بقية اللاعبين اللي موجودين إدريسة جاي وبقية الشيخ كوياتي وكل يبالي في دفاعه خلينا نتكلم في كله هل هنا زي هنا؟ لا طبعا هناك اختلاف كبير ومع ذلك انت قدرت تتاصل مع المنتخب أو بمنتخب مصر أمام المنتخب السنغالي للحظات الأخيرة من عمر المباراة ووصلت الراكراتج الترجيح لو كان الكرة نزلت تحت شوية ودخلت جون كان ممكن نكسب ونصل إلى كاس العالم وزماننا كلنا دلوقتي فرحانين ومبسوطين وشايلين صلاح على كتافنا محمد صلاح هنبدل شايلينه على كتافنا كل اللي عيبة منتخبنا الوطني هنبدل شايلينهم على كتافنا لأنهم بيحبوا بلدهم وتعبوا جدا جدا أنا عرفت حاجات كتيرة جدا جدا حصلت قبل المباراة وأثناء المباراة وما بعد المباراة